زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات في إطار جولته لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وخلال جولته بالمدرسة تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد فصول مرحلة رياض الأطفال كما تفقد العيادة الصحية بالمدرسة لتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات وفور وصوله أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لا عدد من المدارس تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطع التعليم لسيما مرحلة التعليم قبل الجامعية مع مواصلة السعي الجاد للنهوض بمنظومة التعليم وتطوير جميع محاورها خاصة العنصر البشرية من خلال دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية ترجمة نانسي قنقر